عمون بي نضملنا الآن الزميل العزيز محمد الباز محل الأرقام لتحليل أرقام اليوم ناورنا محل السلام خير السلام خير عكبات يعني الأرقام النهاردة زي ما حدثتكم بتقولوا مختلفة الشوت أول غير شوت تاني تماما يعني فعايزين نبوص نهاردة في حاجات إيجابية اعتلينا يعني صدارة الدوري 12 هدف أقوى خط وجوم حتى الآن من الخمس مباريات أقوى خط دفاع بالمناسبة يعني استقبالنا أربع هدف فقط أعتقد احنا أقوى خط جنب المشاركة مع الزمال بالزبط 12-12 وحتى في الدفاع يعني احنا أقوى خط دفاع بيننا أربع هدف في الخمس مباريات خلينا نبوص كده إحصائيات المباراة نبدأ بالشوت الأول واحد عشان شوت الأول كان فيه كلام مختلف يعني نبوص مع بعض كده الشوت الأول بصراحة احنا شفنا مباراتين شوتين مختلفين تماما يعني لو شباب نستعرض جدو للشوت الأول حنوقف عند بعض النقاط الفنية فيه بتورينها كابتن نايمن الأهلي كان مفروض يبقى فيه أفضل من كده يعني نفضل طبعا مباراة نتهت بالتعادل واحد واحد كان فيه أخطاء كتيرة فيه فاولات كتيرة بالجونة طبعا تسببت فاولات كتيرة فيه عشر عشر لجونة ستة للنادي الأهلي الركنيات يعني بص هنا رقم سلبي تماما ركنيات صف زيرو يعني حتى الركنيات وحيدة للجونة التسلل واحد ومقابل تسلل وحيد أيضا للجونة بالنسبة للتسديدات هنقف برضو على الأرقام دي أرقام ضعيفة جدا جدا يعني بالنسبة للتسديدات بالنادي الأهلي ثلاث تسديدات واحدة فقط منهم أون تارجت على المرمى يعني نسبة ضئيلة جدا 33% بالنسبة للجونة كان فيه بعض التسديدات محاولات فيه ثمن تسديدات منهم اتنين على المرمى أون تارجت بنسبة 25% الأهداف المتوقعة لنحنا ما حصلناش هدف حتى من أهداف متوقعة لكننا أحرزنا هدف بالنسبة للجونة كان عندهم يعني 1.4 معدل هدف كان كأكس جي من الهداف المتوقعة بالنسبة للفرص شاهدنا فرص شاهدنا ثلاث فرص بالنسبة للأهلي شاهدنا أربع فرص بالنسبة لفريق الجونة بالنسبة للاستحواز 42% للجونة طبعا الاستحواز كان الأفضل للأهلي 58% لكن كان أغلبه سلبي كان بالضبط يعني كان معظمه استحواز سلبي لأنه كان فيه مسب باصس كتير شوفناها في أرضية الملعب فبالتالي للأسف أثر على الاستحواز ما كانش إيجابي بالنسبة للتمريرات بقى هنا 243 تمريرة للنادي الأهلي دو أعتقد رقم معدل مقارنة بالمباريات السابقة في شوط واحد بس يعني يعتبر أولاي منهم 194 صحيحة نسبة الدقة فيهم 80% وبالنسبة للجونة 163 منهم 112 تمريرة صحيحة أو دقيقة بالنسبة 69% التمريرات الكصيرة شورت باصس شفناها بشكل كبير جدا عند الأهلي في الشوط الأول 178 تمريرة شورت باص قصيرة من توتال 221 يعني نسبة كانت أفضل شوية من نسبة الشورت باصس 84% بالنسبة للكرات الطويلة لعدنا كرات طويلة ولكن مش كتيرة نتكلم يعني الـ 27 منهم 16 تمريرة طويلة أو لونك بول كانت صحيحة بالنسبة للنادي الأهلي بـ 59% أما التمريرات الطويلة طبعا الجونة كان عندهم 31 تمريرة طويلة بالنسبة 13 منهم صحيحة بالنسبة 42% العرضيات هنا برضو رقم يعني سلبي يعني ما فيش عرضيات هي خمسة تريبا وكلها الدقة كانت زير وما وصلتش وما يعني محقناش منها أي خطورة على المرمى ناحية الثانية الجونة أيضا برضو كانت 6 عرضيات الجونة برضو رقم سلبي جدا رقم سلبي جدا للأسف يعني هو بالنسبة للنحية الهجومية من ناحيتين احنا بنقف على بعض الأرقام فيهم كانت أرقام سلبية تماما ناحية تزديدات ناحية العرضيات ناحية الركنيات لما شفنا هو اللعبة تقريبا شوط الأول كان منحصر فسط الملعب بالضبط والمس بس كان كتير جدا من الفرقتين بالضبط وطاعتش اتنين تلاتة تضيع الكورة يعني عند الفرقتين ما شفناش مباراة يعني قوية للأسف في واعتقد دي المباراة الوحيدة أو شوط الوحيدة في الدورة حتى الآن اللي ما شاهدش قوة كبداية كستارت لأي مباراة يعني مقارنة بالمباراة السابقة للمراوغات نفس الكلام يعني اعتقد أرقام برضو ضعيفة جدا كسب الكورة تلاتة وخمسين للأهلي مقابل واحد ستين للجونة الجونة شوية كانت بتعمل اعتراضات انترسيبشن بشكل يعني يعني ظاهر إلى حد ما وقدرت ان هي تكسب الكورة بشكل كبير واحد ستين من تفوق على الاهلي فاتة وخمسين خسرنا الكورة سبعتاشر مرة الجونة خسرت الكورة تسعة وعشرين مرة حاميركينا الشوط الأول ده الأرقام دي تقول ان الشوط الأول كان دون المستوى من الفريتين بالضبط دون المستوى وخاصة من ناحية الهجومية ما كانش فيه اي كانت أرقام سلبية تماما لعن بص بقى الشوط التاني وارقام الشوط التاني حتقول لنا حاجة تانية خالص بالضبط يعني نقف بقى وعشان نبدأ نقارن يعني الشوط التاني طبعا كان سلبي من ناحية الاهداف زي ما احنا عارفين انتهى سلبيا سفر سفر كشوط يعني نتكلم على الشوط التاني الوحده الأخطاء كان فيه زيادات من الأخطاء طبع الجونة وعلى فكرة الجونة مقارنة بكل فرق الدوري من هي من أكتر الفرق اللي تسببت في فولات أو أخطاء منذ بداية الدوري في الخمس مباريات حتى الآن تلاتة ضد الأهلي أو الركنيات هنا بقى الرقم بقى بدأنا بدأنا نوصل نتحرك صفر أو زيرو للجونة الأهلي 12 ركنية من وجهة نظر طبعا أكيد كانت سلبية لأن احنا ما استغلناش ما استغلناهمش الركنيات بشكل إيجابي على المرمى الجونة تسلل وعنا في تسلل مرتين الجونة طبعا ما وصلتش أصلا عشان تقع في التسلل يعني كان من عدم تماما أن هي توصل نصف ملعبنا هنا التزديدات عند الجونة سلبي تماما يعني استيل احنا في التزديدات ما فيش خالص تزديدة واحدة ولا سببت أي خطورة بزيرو في المية تزديدة منهم بس اتنين وده رقم شوية لازم نقف عنده ما كانش فيه الإيجابية بشكل كبير على المرمى نتكلم على أون تارجت على الثلاث خشبات هم كانوا اتنين فقط بنسبة ضعيفة جدا 18% ولكن هي أفضل من الشوت الأول إلى حد ما الأهداف المتوقعة لا نقف بقى هنا يعني الـ XG عندنا كان ممكن نحرز هدفين في الشوت التاني برغم التزديدات زي ما بنتكلم هنا اتنين بس أون تارجت ولكن يعني شفنا بعض الخطورة كان ممكن نحرز أهداف لأن احنا صنعنا سبع فرص سبع فرص مقابل فرصة وحيدة للجونة ده في الشوت التاني فقط أتكلم على الشوت التاني فقط استحواز يعني احنا خدنا كل الاستحواز 73% تحركنا بشكل كبير جدا وعملنا اللينكوب حتى اللعيبة بتاعتنا الجونة 27% دايما الجونة معروفة حتى هي في الدوري إن هي أقل من الفرق استحوازنا أو بيسيبوا الاستحواز بشكل كبير جدا تمريرات بقى بدأنا نحن نزيد في التمريرات حتى التمريرات الكسيرة احنا طبعا يعني من نسبة الدكة 85% عموما من تمريراتنا في الشوت التاني ده أفضل من الشوت الأولاني حتى الشورت باس اسمه بين اللي عبتنا بعد التغييرات اللي شفناها لعيبة طبعا مختلفة تماما بدأ تمسك الكورة وتعمل الشورت باس بشكل أفضل اللونج بولز يعني قللنا منها يعني مقارنة من الشوت الأول كان حاجة أو 30 دلوقتي 14 لونج بول منهم 8 يعني صحيحة بنسبة 57% الجونة دايما كانت بتحاول تلعب اللونج بول 32 مرة أو 32 لونج بول كرة تمريرة طويلة 8 منهم بس هي اللي صحيحة العرضيات برضو عند الجونة هي واحدة عرضية واحدة كانت يعني دقيقة أو صحيحة بنسبة 100% أما الأهلي طبعا كان فيه كمية عرضيات كتيرة جدا شفناها خاصة لما نزل كريمة دبيس وبدأت فيه تحرقات بشكل كبير جدا 18 عرضية للنادي الأهلي منهم 5 فقط صحيحة أنا أعتقد فيه 200% منهم ليه كريمة دبيس كانوا صحيحة بنسبة 100% مراوغات يعني فيه دريبلينج بشكل كويس فيه 15 مرة للنادي الأهلي منهم 8 صحيحة بنسبة 53% يعني الجونة بدأت شفناها اللعبة بدأت تمشي بالكورة ولكن النسبة كانت قليلة جدا 7 منهم 4 فقط صحيحة كنا بنكسب الكورة بشكل أكبر 63 مرة مقابل 48 مرة بنسبة لخسارة الكورة يعني كان التركيز أفضل وخسارة الكورة مقارنة بنادي الجونة كنا إحنا الأهلي ده كده الشوت التاني يعني لو نحط كل الأرقام ديت في مجمل واحد للمباراة حنحس الفرق ما بين الشوتين شوت أول ما كانش موجود شوت تاني لا فيه شوية تحسن من ناحية الهجومية بالنسبة للنادي الأهلي فالإحصائية بشكل إجمالي يعني بتوقفنا عند بعض الأرقام لا محتاجين نشتغل عليها محتاجين نبص إحنا مشاكلنا فين الاستحواز ده كان كبير لنا ولكن استحواز سلبي قبل اللقاء يا كابتن أيمان كنا بنقول إن دايما الجونة بيعملوا مثلا الفلات حتى في خط الدفاع تيوم وأربعة ووقفين ويدربوا في خط الدفاع وفي ظهرهم بشكل كبير جدا جمين بعض النقاط اللي كنا استغلناها بشكل أفضل كنا ممكن نحق منها فرص يعني نبدأ بأول حالة في الشوت الأول حتى مع بداية الشوت يعني أعتقد كنا مذكرين الجونة في الحاجات دي فإن إحنا نلعب اللونج بول في ظهرهم بشكل كويس كنا ممكن نستغلها ولكن إحنا يعني شفنا بعض الكوار ما كانتش بتوصل للدقة يعني هنا مثلا في دا في بداية الشوت يعني بداية اللي هنا في البلد أب بصة كابتن نقف بس طب يعني نرجع نرجع لو نرجع هنا كابتن أعتقد الكادر مش جايب بالصورة كاملة ولكن إحنا لو يعني الكادر أنا بتكلم على الخط الدفاع عند الجونة يعني بس هنا نقف يعني كان أنا دائما بتكلم عليه المساحات اللي كانت في ظهر لعبة الجونة ده اللي تكلمنا عليه في الشوت الأول حتى الأرقام كانت بتظهر لنا أنهم دائما الحيطة دي بتتضرب فيها الجونة بشكل كويس جدا كان ممكن إحنا لو زبطنا طبعا الأفصايد كان نستغل الفرص دي الشكل ده تكرر كتير جدا ولكن الدقة في التمريرات حتى كنا بنتكلم بالأرقام على اللونج بول اللونج بول كانت عددها في الشوت الأول كتيرة ولكن ما كانتش الدقة بتاعتها بشكل صحيح أو بشكل فعال على المرمى كان عندنا بقى الميزة اللي كنا استمرين عليها كنا بنقول إن الجونة من أكتر الفرق اللي بتخسر الكرة تحت ضغط بالأرقام حتى استعرضناها هنا يعني شفت الضغط إحنا كنا مركزين جدا نحن بنضغط ضغط مزدوج 3 هوا على 2 وبناخد الكرة بشكل كويس جدا يعني هنكمل كمل على طول يعني اتقطعت الكرة هنا بس نوف يعني في مساحات بقى في ظهر الجون ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه اضغط ضغط قوي جدا سواء كان ضغط مزدوج باثنين لعيبة 3 لعيبة قدرنا نعملها لو كنا استمرين ده أمتكلم لسه ده في شوط الأول يعني أرقام شوط الأول كانت حاجة والأداء في الملعب لحالات الفنية مع أن شكل الجونة للشوط الثاني تغير يعني هتموا بالجنب الدفعية أكتر مصبوط يعني ما كانش فيه المساحات بيه في الشوط الأولان صحيح اللي في الشوط الثاني يعني ده كانت موجودة في الشوط الأولان مصبوط الأرقام شوط الأولان بتقول حاجة وهنا ده لو كانت ترجم بشكل صحيح كانت الأرقام هتبقى مختلفة تمام يعني لو كنا لعبنا الدقة ده كنا الفرص كنا رحنا وحقنا هي كرة دي أوف سايد هي يعني لو نرجع خطوة الورى ونبدأ دي نشوف سايد الكرة دي معه 13 مغطي 13 مغطي لا 13 مغطي يعني تمام في خيال تادي واحدة كميلها كده كميل الكرة دي نكمل نكمل في خيال واحدة أي من كمن وره أيه كابتن صح دي الكرة من بدايتها احنا الضغط هنا كان ضغط يعني مثالي بصراحة ده شوت التاني اه لا ده دي نرجع نرجع ده شوت التاني لو نرجع يعني ده شوت التاني ده بعد ده كان تحركات إمام لإن إمام بنزول وكن عايزين نتكلم عليه برضو في بعض الحالات كان برضو إمام على طول بتحرك من أخص الناس أفضل الناس اللي عملت الضغط وكسب كور ريكافري بشكل دوت بالزبط يعني ده كان ده شوت التاني يعني هو الشباب أطعب كوركم عايزين نشوفها الكادر بشكل كامل نحن عارفنا وصلت ليه بس أنا عايزة أقول لك التغير في الشوت التاني في الإحصائيات من التغير في التشكيل وتغيير اللعبين لو شفت أنت النسبة من بعد ما نزلت اللعبة اللي هي وتعدل الملعب بالتغيرات أكيد النسب بيتأعلى كتير قوي في آخر مثلاً عشرين ديئة مظبوط وهي دي فعلاً اللي حسنت أرقام الشوت التاني حتى وحتى الشوت التاني آخر عشرين ديئة ممكن تكون أضعاف العشرين ديئة الأولين من الخمسة عشرين ديئة مظبوط بييجي من أقصر من أبعد أماكن ومن أعلى أماكن في الملعب ويرجع مع الكرة ويبدأ أنه يستخلص الكرة بشكل جابي جداً ويبدأ ينقل الفريق حتى كريم ديبيت زي ما قلنا عمل اتنين كروس اتنين كانوا صحيحة 100% يعني حتى يعني أنا مش عايزة قارن وحط مقارنة مع خالد عبد الفتاح ولكن خالد عمل خمسة كروس منهم اتنين فقط صحيحة واحدة فقط بشكل دقيق أو صحيح ولكن كريم يعني بدأنا هو يغير الشكل المباراة مع التغييرات زي ما حضراتكم قلتوا بالضبط عكست الأرقام حتى الحلفة الغريب النهاردة هو الشوط الأول أرقامه سلبية حتى عند الفرقتين ولكن احنا على أرض الملعب كان ممكن نحقق شكل إيجابي يتعكس في الأرقام بشكل إيجابي جداً زي ما قلنا إيجابيات بشكل مختلف يعني اعتلاق صدارة الدوري قبل التوقف 12 هدف كأكوى خط هجوم فرص كتيرة جداً وأرقام كبيرة جداً خاصة في الهدف المتوقع نقدر نشتغل عليها الفترة الجاية بشكل أفضل معالجة بقى الأخطاء لأن اللي جاي بقى أصعب أصعب بخير دوري أفطال أفريقيا إن شاء الله مزبوط بإذن لك شكراً جزيلاً محمد شرف شكراً كابتن أيمان شكراً جزيلاً